هذا وأكد حقوقيون على ما أوله ميثاق العمل الوطني من اهتمام كبير في تطوير وتعزيز أليات حفظ وحماية حقوق الإنسان في مملكة البحرين الميثاق أولاً هو كبداية هي نقلة نوعية النقلات النوعية بهذا الشكل على أساس أن تصير إليها بالإنجليز يسمونها adaptation يعني على أساس أنه يتخضم ويتم التفاعل معها من المجتمع تأخذ أيضاً وقت كبير اليوم إحنا روسيا عدنا الأسس الأساسية إلى الديمقراطية نفسها فألفين واثنين طلع عدنا العمل بالدستور الجديد دستور ألفين واثنين وعلى أساسه بدأ مجلس النواب في الانتخابات الأولى التي شهدتها البحرين وابتدت تكون الدورة الأولى إلى مجلس النواب والحمد لله اليوم إحنا وصلنا إلى الدورة الخامسة هذه كلها كل دورة إلى دورة أخرى عمل المجلس النواب أيضاً يختلف اليوم الناس بدأت تنتخب ما هي ناس يعني لما تنتخبهم تنتخبهم على أساس شنو؟ على أساس عمل ما لهم وابتدوا الناس تفهم أنه يعني ترى المجلس النواب ما يقدر يسوي هالشيء ويقدر يسوي هالشيء العمل الفكر الديمقراطي اختلف عندنا لكن أيضاً مثل ما أنا دائماً فيه أنه فيه تطور وهي التطور المجتمعي ياخد فترة طويلة جداً يعني لا يمكن لمسها بشكل سريع يعد ميثاق العمل الوطني هو ميثاق يعلي من شأن الفرد والجماعة وهذا الميثاق من المواثيق الهامة في مملكة البحرين لأنها تقوم على العدالة والمساواة والحرية والاطمئنين وتكافؤ الفرص وأيضاً هذا الميثاق هو من المواثيق الهامة التي انعكست على الشأن البحريني سواء خارجياً أو داخلياً وهذا يتمثل في أن هذا الميثاق حرصت مملكة البحرين بعد ذلك فيه على تنفيذ الاتفاقيات الدولية والدخول في اتفاقيات دولية متعلقة بحقوق الإنسان والبحرين حقيقةً صادقة على سبع اتفاقيات من أصل عشر اتفاقيات دولية لحقوق الإنسان أيضاً انعكس هذا كل ما أدى به الميثاق العمل الوطني إلا انعكس أيضاً على التشريعات الوطنية نذكر منها على سبيل المثال قانون مباشرة الحقوق السياسية والذي انتظم به البحرينيين في مسألة القيام بعملية الانتخاب والترشح قانون الانتخابات المجالس أيضاً البلدية أيضاً في شأن حقوق الطفل تم صدور قانون الطفل وتم صدور قانون العدالة أيضاً الإصلاحية للأطفال وأيضاً حتى على الصعيد الحقوق السجناء قانون العقوبات والتدابير البديلة هذا فيما يتعلق بهذا الشيء وأيضاً فيما يتعلق بالمرأة تم صدور قانون الأسر الموحد وتم أيضاً صدور قانون النفقة فيما يتعلق بالمرأة وأيضاً هناك تشريعات حقيقة كثيرة تتعلق بالمرأة وخصوص القرارات التنفيذية الصادرة في هذا الشعب وحتى قانون الضمان الاجتماعي أيضاً يعني الذي أعطى ضمان لكبار السن في المستحقات الاجتماعية هذا كله انعكس وكان تأثيره تأثير ميثاق العمل الوطني وهذه خطوة فعلاً تعزز التحديث المؤسسي لمملكة البحرين ولتبني أيضاً دولة القانون والمؤسسات مملكة البحرين ماضية في مسيرتها الديمقراطية التنموية والحقوقية دون تراجع للخلف من خلال إجراءات قانونية أشادت بها الجهاز الدولي المحايد إن الميثاق العمل الوطني حدد ملامح المشروع الإصلاحي لجلالة الملك وحقق مكتسبات عديدة للوطن والمواطنين بإرادة وطنية حرة سطاعت مملكة البحرين بفضل هذه المبادرات الإصلاحية أن تحقق إنجازات رائدة في مجال حقوق الإنسان بتأكيد استقلالية المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان وفقاً لمبادئ باريس ومن خلال انضمام مملكة البحرين إلى معظم الاتفاقيات الدولية وتعزيز الوحدة الوطنية بين جميع الطوائف والأديان على مبدأ المساواة والعدانة وأيضاً حضر التمييز بين العمال والعاملات في الأجور ذات قيمة العمل المتساوية